نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وضع داعش الآن من القاهرة معي دكتور ماهر فرغالي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور ماهر طبعت التقرير بتحليلنا نتحدث عن أشعر أشياء يجب التنبه لها اليوم بالتعامل مع هذا التنظيم الإرهابي لازال يشكل تهديد دائماً كلكم حضرتكم الخبراء بالجماعات المتشددة كنتم عم تحكوا عن هذا الموضوع ما مدى الخطر الذي يشكله وفي اليوم تواجدنا كنا على فيسبوك مع الكل من كان يتحدث إلينا كان يذكر هذا الموضوع موضوع أنه المواطن يشعر بالخطر الذي لا زال يشكله هذا التنظيم كيف ترى وضعه ودرجة الخطر نحن نعلم جميعاً أن هناك كانت فرصة غير مسبوقة تحديداً داخل الأماكن المركزية التي تواجد فيها التنظيم في الموصلة أو في الرقة وهي ما يسمى الطائفية استخدام التنظيم لهذه الطائفية استخدامها لتهميش بعض الطواف داخل هذه المجتمعات وهذه الدول العراق أو سوريا أدى في النهاية إلى تضخم التنظيم ووجود التنظيم كانت كل التحليلات وكل خبراء الحركات الإسلاموية يتحدثون على أن القضاء على هذا التنظيم إما المواجهة بشكل مباشر وكامل للقضاء على التنظيم وإما احتواء هذا التنظيم وإما استخدام هذا التنظيم وتقلص نفوذها فقط عن بعد وفي النهاية اكتشفوا جميعا أن القضاء على التنظيم بشكل مباشر هو الذي يحل الأزمة بالنسبة لكثيرين يمكن التعاون مع هذا الاحتواء التنظيم الكلمة التي استخدمت تحدثك دكتور ماهر صعب انطلاقا من درجة إرهابه وما مارسه ولكن بالمواجهة المباشرة التي قلت هي من أحد العوامل التي تخلص منه كانت مواجهة مباشرة وهذا ما حدث في العديد من الدول وقدت لدحره هذا ما حدث في النهاية نعم هذا ما حدث في النهاية اليوم الخطر الأكبر الذي يشكله التنظيم ما هو أن يتواجد من جديد عسكريا إيجاد موطئ قدم له وهذا ما يحاول ولكن هل ممكن أن ينجح في ذلك أم أيضا الخطر الفكري الذي لا نزال نتحدث عن وجوده ويجب أن نتنبه له لدينا عدة سيناريوهات لذلك يعني إما اختفاء التنظيم وعودته مرة أخرى وهذا غير مرجح أو انتشار التنظيم وزيوعه في أماكن متنوعة هذا بعض الباحثين وبعض المراكز ترجحه وإما الانتشار في أماكن غير متواجد فيها هذا ما حاول التنظيم أن يفعله يعني الخطر الأساسي في سلاسة محاور أن يختفي ويعود هذا لا نرجحه أو لا نرجحه بشكل شخصي أن يبقى التنظيم وانتشار في أماكن أخرى هذا ما فعله التنظيم بس لنفند الثلاثل زكارتون لا تتوقع أن يتواجد يختفي ويعود مرة أخرى ولكن أنت مع بأنه سيكون حتى بدرجة أكثر يعني سيتحول لذئاب منفردة سيكون أخطر مما كان عليه سيستخدم شبكاته سيحاول أن يوجد موضع قدم معتمدا على بعض الأفرع والأزرع في أماكن مثل أفغانستان على سبيل المثال والمشكلات التي تواجه حركة طلبان ويحاول أن يوجد قدم في وسط آسيا الاعتماد على شبكات من الزئاب المنفردة الفردية لكن مع كل هذا التنظيم في الحقيقة يواجه مشكلة أدهى وأمر مشكلة كبيرة جدا لا تجعله يستمر ويبقى لفترة طويلة مطلقا وهي المشكلة الإدلوجية المشكلة الفكرية هذه مشكلة عميقة جدا نحن نعلم أن هناك قبل انتهاء التنظيم في الموسل والرقة وعاصمة التنظيم تحديدا صارت مشكلة الطيار الحازمي وهذا الطيار كان طيار أشد تطرفا وأشد توسعا في مسار التكفير من هنا بدأت المعارك بين هذا الطيار وطيار البغدادي في النهاية أدى هذا إلى وقوع ضحايا وسقط قتل من عناصر التنظيم وأدى هذا إلى تشرزم التنظيم ليس في العراق وسوريا وفقط وفي منطقة الشام ولكن حتى في أماكن بعيدة وجدنا أن التنظيم هناك يعني أبو مريم الروسي يقتل في سينة معارك بين التنظيم في جنوب سيرت هذا كله أدى في النهاية إلى إضعاف التنظيم وإضعاف مستقبل التنظيم حتى في أزرعي وفي أماكنه الجديدة التي يحاول أن يوجد موضع قدم فيها من هنا التنظيم خطروه فقط يندلك في موضوع الشبكة والزياب المنفردة صحيح وفي المناطق التي يحاول إيجاد قدم لها واستغلال وضعها ذكرت وسط آسيا تحدثنا أيضا قبل أعتقد عن غرب أفريقيا الوضع بالداخل صحيح هنا يحاول نحن نتحدث عن وسط آسيا تحديدا في مهمة إرهاق في وسط آسيا هناك تقرير كثيرة تتحدث عن نقل عناصر التنظيم إلى وسط آسيا تحديدا أفغانستان لإرهاق هذه المنطقة ونقل مركز التنظيم إلى هناك وبوكو حرام المنطقة في شمال نيجيريا ونتحدث الآن عن محاولة إعادة التنظيم لنفسي في جنوب سيرت في جنوب ليبيا أعتقد أن لا مستقبل للتنظيم في جنوب ليبيا ولا مستقبل كذلك في شمال أفريقيا لكن المشكلة كلها ستندرك في وسط آسيا باختصار شديد وضعوا بالداخل من حيث الإيمان العقيدة التي لا تحدث عنها داعش والتزام الأفراد والمنتمين واللحاق به كما كنا سابقا هذا تغير بشكل كامل وفق كل المؤشرات على الأرض سيكون هذا من أبرز أسباب عدم نجاحه بالتواجد من جديد طبعا نحن نتحدث الآن عن اختفاء للقيادات بما فيهم أبو بكر البغدادي نتحدث عن معارك بين قادة التنظيم نتحدث عن خلافات إيدلوجية نتحدث عن آلة إعلامية فيها مشكلات ضخمة يعني حتى مؤسسة الوفاء التي كانت تابعة للتنظيم هناك مشكلات معها كبيرة جدا إذن هناك اختفاء للآلة الإعلامية واضعاف لها بشكل كبير جدا التجاء العناصر الهاربة إلى الصحاري اختفاء هذه الخلايا المفردة كل هذا يؤشر إلى انتهاء التنظيم وهزيمة التنظيم واستمرار هذه الهزيمة أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور ماهر فرغل للخبير في الجماعات المتشددة شكرا